الكتاب المقدس بعلمنا أحبائي وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات فطبعا فيه إحساس في داخلنا أنه الرب قريب إذا كان هذا الموضوع بالنسبة لبولوس وبوتروس في تلك الأيام كانوا يؤمنوا بمجيء المسيح الفوري والمفاجئ والسريع فكم نحن في هذا العصر أو في قرن الحادي والعشرون هذا الإحساس عم نمر فيه أنه إحنا في آخر الأيام فخليك عائل ميز الأزمنة ميز الأوقات واللي عم بسير في هذا العالم الرب أعطانا نظرة روحية أن ننظر موراء الأحداث وفي نفس الوقت أعطانا قلب مليان أحشاء مليان رأفة على الناس اللي بتموت ولسيما في غزة صار أكتر من 22 ألف شخص ومنهم تمن تسع تلاف طفل نحن كمؤمنين نؤمن أن كل هؤلاء الأطفال أطفال غزة موجودين في حضن يسوع المسيح عم بيتمتعوا بحياة أفضل في السماء في النعيم مع الرب يسوع المسيح ولكن برضو المنطق والزكاء والعقل بقول يعني فكر شوي احسبها صح أنه إحنا عم نمر في سرعة في أوقات عم بتمر سريعة جدا محتاج أنه نفكر بشكل جدية أن أصعب مشكلة هي مشكلة اللامبالاء وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام هذا ما حدث على فكرة في ميلاد الرب يسوع المسيح عندما سأل هيرودوس الكبير أين يولد المسيح الجواب كان صح يولد في بيت لحم اليهودية ولكن أحباء شوف ردود الفعل كان سؤال هيرودوس يعني بمراوغة لأنه كان عاوز يتخلص عاوز يقتل يسوع المسيح ثم رؤساء الكهنة لأنه كانوا خلطوا البوليتكس بالدين مثل ما عم بيصير بالشرق الأوسط بدك تنفذ أي شيء بدك تنجح في أي انتخابات بدك أنت تتصلت على الناس دخل الدين فالدين صار هو الأداء صار السلاح الذي يستخدم يعني الدين أو السياسة خلينا أقول السياسة في الشرق الأوسط مغلفة بالدين إذا عاوزت تحقق أي شيء نجاح في بيزنس حط آيات وحط شعارات وحط دين عشان يمر في هذا الشيء للأسف ولكن القلب غير متجدد والقلب غير متغير والقلب ما عنده أي نبض حيا أقصد من ناحية روحية فإذن أحبائي في أيام المسيح في ولاة المسيح هيرودس أراد أن يقتل يسوع رؤساء الكهنة ورجال الدين لم يبالوا أنه روح يفحصوا الأمر يتأكدوا عن ولادة يسوع في بيت لحم وطبعا لكن فيه الناس اللي هي الأمم المجوس الحكماء اللي جاءوا من فارس من إيران وطبعا الرعاة اللي جاءوا من بيت صحور من حق الرعاة كانوا فرحين وذهبوا وسجدوا للطفل وقدموا هدايا نفس الشيء أحبائي في مجيء يسوع المسيح بتجد الفئة الأولى فيه ثلاث فئات كمان الفئة الأولى الذين يقولون سيدي يبطئ قدومه يعني رب ما هو مش جاي عن قريب فنبتد نعيش لشهواتنا ولذواتنا ونبتد نعيش بتصرفاتنا ومنسلك في الحياة كأنه عايشين للأبد ولا ندرك أنه هذا اليوم يأتي ويباغتنا فجأة يأتي يسوع المسيح وعندها ستقف أمام الديان فهؤلاء أحبائي هؤلاء المبطئين يعني عايشين حياة البطء ولكن رح يفاجئهم هذا اليوم المجموعة الثانية هي مجموعة المستهزئين يعني القوم المستهزئين سألوا فيه رسالة بطرس سألوا عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام الأيام بتاعتنا قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم يعني بشبه الناس البطئين شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه يا عمي صدعتولنا راسنا وجعتونا صلكوا من أول إلى أربعين سنة بحكي عن المجيئة التانية طب وين يا سيدي حكي لي وينت الرب جاي وبعدين هالرب راض عن هالأوضاع اللي عمي منمر فيها أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة حقيقة وكأنهم يقولون من أول خليقة اللي كان هو حاليا واللي راح يكون سنة جديدة واللي حياة جديدة ما هو سنة ورا سنة وكل سنة منتمنى وكل سنة منحاول وكل سنة وسنة 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 ومش عم منشوف أي تغيير لكن الحياة الجديدة هي التي تعكس محبة المسيح فينا لكن لاحظ جواب الرسول بطرس في نفس الإصحاح رسالة بطرس الثاني إصحاح الثلاثة والآية خلينا ابتدي من آية الثمانية ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد اسمع ما يقول كتاب لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأن علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكن سيأتي كالصف الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب تعرفوا هذه المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المستهزئين أين هو موعد مجيء فرد أنه الله لا يطباط عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى واو تعرف أنه من نعمة الرب الرب اليوم أعطاك يوم جديد تعرف أنه أشرق شمسه أو أمطر المطر بغض النظر شو أنت تعرف أنه اليوم أعطاك تتنفس أكسجين وهواء نضيف تعرف أنه شعرة من رأس الإنسان لا تسقط بدون إذن الرب تعرف أنه الله هو سيد كل الأحداث تخيل خالق كل الكواكب والأكوان بيهتم بشعرة تخيل معي أنه هذا اليوم من رحمته عليك مراحمه هي في كل صباح جديدة أمانته من دور إلى دور هل شكرت الرب الرب اليوم أنه أعطاك يوم جديد أعطاك نفس جديد أعطاك حياة جديدة أعطاك فرصة جديدة عشان تتوب وترجع اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر